اشتركوا في القناة تحقيق امن غذائي هو الهدف الرئيس الذي وضعه المزارع البحريني نصب عينيه واخذ في تطوير ابجديات هذه المهنة حتى يتمكن من الحصول على محاصيل زراعية ذات جودة عالية ببذور مستوردة ليزرعها في تربة البحرين بما يتوافق مع البيئة المحلية ليحصد منزرعات تثري الأسواق المحلية طور المزارع منه قام يجيب بذور بعض البذور المهجنة اللي هي المعدلة وراثيا فتكون المنتج ذات جودة عالية يعني انتج المزارع البحريني أبدع في هذه الانتاج تظلوا المزارعين تنافسهم منافسة شريفة في كل واحد يبدع في انتاجه يعني اللي يدور له أصناف مميزة يتميز بها يجيبها من بره ويزرعها وما شاء الله هذه المزارعين البحرينيين أبدعوا في عدة محاصيل فمنها المحاصيل المحلية اللي هي غير معدلة وراثيا ومن البذور نفسها اللي يبدرها المزارع هو ينتج البذور بنفسها لأن البذور ما يشتريها فهو يسويها أربعين خمسين سنة نفس البذور عنده من آباء ومن أجداد يتوارث المحاصيل البحرينية المتنوعة والتي تجمع ما بين المزروعات المحلية الطابع والمزروعات ذات البذور المستوردة هي نتاج الجهود التي يقوم بها المزارع ليكون المنتج البحريني متوافرا على مدار العام مع اختلاف أنواع المحاصيل كل بحسب موسمه تعارف بين المزارعين أو المعارض أو الواحد يسافر برا يشوف المعارض اللي برا فكل واحد يحب يطور من نفسه ويجيب الجديد والأفضل اللي يتميز فيه فيه أنواع مثل أنواع البمكن من الشكل من الحجم من اللون يعني فيه أشياء نزلناها ما كانت متوفرة في البحرين وزرعناها والحمد لله نجحت وطلعت على مستوى البحرين المزارع البحريني اليوم أصبح أكثر تخصصا في هذا المجال وذلك بفضل الدعم والمبادرات المختلفة التي تقدمها المؤسسات المختصة بالشأن الزراعي في البحرين ولعل جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية من أبرز المحفزات التي خلقت بيئة تنافسية إيجابية بين أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين والباحثين في المجال الزراعي أراضي زراعية خضراء تطرح تشكيلة متنوعة من المحاصيل الزراعية والتي يقوم عليها المزارع البحريني فيعمل على مدار العام لإيجاد محاصيل زراعية محلية وطازجة تغطف من الحقل وتصل إلى السوق في الوقت ذاته ليكون للمزارع دور في تحقيق اكتفاء نسبي للأمن الغذائي في المملكة خلالجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر